أكيد كلنا في الفترة الأخيرة سمعنا عن الجريمة البشعة اللي حصلت مع طفل شبرة الموضوع بيتلخص في إن شاب خطف طفل عنده حوالي 15 سنة ونفس فيه جريمة بشعة جداً وصور نفسه لايف عشان ياخد مبلغ من المال وده كان بناء على اتفاق مع شخص بيكلمه على الديب ويب الحادثة دي وغيرها من الحوادث خلتني أفكر ألف مرة إزاي يقدر أحمي أولادي من إنهم يتعرضوا الحاجة زي كده وعشان الموضوع مهم جداً قررت إن أنا أعمل لكم الفيديو ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزايكو يا شباب يارب تكونوا كلكم بخير أهلاً وسهلاً بيكم في فيديو جديد مع هيساً معوض على قناة كاوكب التكنولوجيا للأسف إن الجريمة اللي حصلت دي وارد جداً إن هي تحصل لأي حد من أطفالنا وأنا مش حابب إننا ندخل في التفاصيل الجريمة البشعة دي لإن وارد يكون فيه أطفال بيتفرجوا علينا دلوقتي بس الأهم من إن إحنا نتكلم عن الجريمة دي هو إن إحنا نحمي أطفالنا ونتكلم معهم عن المخاطر اللي ممكن يقابلوها في العالم الخارجي سواء في المدرسة أو في الشارع أو في النادي أو في أي مكان تاني يعني مثلاً لازم تعرف ابنك إن هو ما يتكلمش مع أي شخص غريب وما يروحش في أي مكان مع شخص أنت ما تعرفوش ولو حسب أي خطر يبدأ إن هو يطلب المساعدة من شخص موصوق فيه وطبعاً إن هو يبعد عن الأماكن الخطر أو الزحمة والأهم من كل ده إنك لازم تعرفو إنه ما يسقش في أي حد بيكلمه على الإنترنت سواء على مواقع الدردشة أو التواصل الاجتماعي وتعرفو إن زي ما الشارع مليان مخاطر الإنترنت كمان مليان مخاطر اللي فاد ده كله الخطوة الأولى أما بالنسبة للخطوة الثانية فهي إنك تتابع معاه وتتأكد إن كل الحاجات اللي أنت تكلمت معاه فيها بتتنفس فعلاً فطبعاً هتقول لي إزاي هقدر أعمل كده وهو أصلاً مش معايا طول الوقت سواء هو في المدرسة أو في الدروس وإنت في الشغلة أو في أي مكان عايز أقول لك إن الموضوع ده حله بيتلخص في تطبيق بسيط جداً هتبدأ تنزله على موبايل ابنك وتثبته وهعرض لك دلوقتي خطوات التثبيت بتاعت التطبيق خطوة بخطوة وعايز أقول لك إنك بعد ما تعمل الخطوات دي البرنامج هيختفي تماماً من على الموبايل وبالمناسبة من ضمن الخطوات دي إنك هتوقف حماية جوجل لأن جوجل بتعتبر إن مراقبة أجهزة الأطفال تعتبر اختراق لخصويتهم وده طبعاً بالنسبة لنا مش صحيح وبعد ما تخلص خطوات تثبيت التطبيق على موبايل ابنك التطبيق هيختفي من على الموبايل تماماً وبعد كده هتقدر ترائب كل اللي بيحصل على موبايله من موبايلك الشخصي أو اللابتوب بطريقة سرية جداً وبشكل مباشر فمثلاً هتقدر ترائب كل رسائل لتشات على كل التطبيقات سواء بقى واتساب، ماسينجر، تيليجرام، فيبر أي نوع من أنواع التطبيقات هتقدر ترائب الرسائل بتاعته وتقدر كمان تشوف المواقع اللي بيفتحها على الموبايل كمان أي مكالمة بتحصل بينه وبين أي شخص بتتسجل وبتجيلك على الموبايل بتاعك والأهم من كده أنك هتقدر تحدد موقعه المباشر بدقة عالية جداً وفي أي وقت وهتقدر كمان تمنعه من أنه يستخدم أي تطبيق أنت عايزه وهيجيلك تقارير مبسطة بشبكات الواي فاي اللي هو بيشبك عليها وبالأماكن اللي هو بيتردد عليها وبالأرقام اللي هو بيكلمها باستمرار يعني من الآخر كده شوية تقارير هتقدر تبص عليها نظرة سريعة عشان تعرف الدنيا ماشية تمام ولا لأ عايز أقولك بقى أن كل اللي أنا قلته لك ده حاجة ولا أنا هقوله لك ده حاجة تانية خلص من خلال التطبيق ده هتقدر تعمل سكرين ريكورد للشاشة بتاعت موبايل ابنك في الوقت اللي أنت عايزه وكل ده بيحصل بشكل سري 100% وابنك ما بيحسش أن فيه أي حاجة غريبة بتحصل على الموبايل أعتقد أن دي طريقة فعالة جدا في أنك تقدر تشرف على تصرفات ابنك والتابعه حتى لو هو مش جنبك كل ده الهدف منه أن احنا نقدر نحمي أولادنا من أنهم يتعرضوا لموقف مؤذي أو ابتزاز لأن ده واجبنا ناحيتهم أن احنا نحميهم ونعيشهم في أمان وبالمناسبة أنا مش عامل الفيديو ده إعلان للتطبيق ولا هطلب منكم أنكم تشتركوا في القناة بس الأهم من ده أنك تعمل لايك وشير للفيديو عشان تساعد على انتشاره يمكن يكون ده سبب في أنك تقدر تساعد اب بأنه يقدر يحمي أطفاله بشكركم جدا لإستماعكم وبتمنى أكون في التقوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة